أفضل أماكن لبيع وشراء الزهب شو الوجهة القادمة؟ شو أهم المناطق اللي لازم نركز عليها؟ بفضل من الله كان عنا أرباح آخر صفقتين من تداول الزهب جدا رائعة بعد كسر المسلس اللي حكينا عليه بآخر فيديو حكيت لكم أنا على مجموعة التليجرام الزهب اخترق المسلس وعاد اختبار ورح أدخل شراء بها المنطقة 2195 والاستوب رح يكون 50 نقطة وبفضل من الله كان آخر تمركز عندي شراء بربح جدا جيد أيضا اليوم نزلنا صفقة بيع من مناطق 2258 أيضا بربح جدا جيد أكتر من 200 نقطة صفر انعكاس من هذه المنطقة إذا حابب تحصل على توصيات بشكل مجاني تماما بتقدر تسجل عن طريق رابط إحالتنا من منصة اكسيننس تعمل إيداع مبلغ أكتر من 500 دولار بعدها بتتواصل معي حتى يتم إضافتك لكن أهم شيء أنت عبتسجل وانت عبتحط إنشاء حساب تدخل على رمز الشريك بتحط رمز الشريك الخاص فيني مهم جدا حتى تقدر تستفاد من خصومات من رسوم التداول وأيضا تستفاد من توصياتنا المجانية تواصل معي حتى يتم إضافتك شو المتوقع اليوم بالنسبة للزهب كل هذا راح ناكي عليه بالفيديو إذا أول مرة بتشوفني مهتم بأمور التداول بشكل عام تداول عملات رقمية تداول فوريكس أتمنى أنك تشترك بالقناة وتدعمنا إذا بتحسل بمحتوى مفيد خلينا نتقل لتفاصيل هذا هو آخر فيديو نشرناه تحليل الزهب كان عند 2191 حكيت الخيار الأفضل هو البحث عن صفقات بيع في حال لم نكسر المسلس للأعلى حددت أنا تحديدا هاي القمة ما لازم يعمل الزهب قمة أعلى من هاي القمة حتى يتأكد عنا شروط البيع لكن للأسف دائما لازم نكون مرنين في تحليلنا للأسف عمل قمة أعلى من هاي القمة وبعدها أعاد الاختبار هون كانت فرصة شراء جيدة حاليا شو الخيار الأفضل للبيع أم الشراء كل هذا رح نناقشه بالتفصيل حاليا إذا منشوف على فريم اليوم منشوف الار اي ساي متشبع جدا بالشراء مشان هيك البحث عن فرص مضاربة الشراء رح تكون فيها خطورة من الأفضل وضع ستوبلوز إذا حابب أنت تدخل ويكون إليك تمركوزات شرائية من الأفضل أنك توضع ستوبلوز دقيق جدا وتلتزم فيه وأبدا ما تحرك الستوبلوز في حال ذهب صحح رح تكون أنت عالق بمستويات مرتفعة جدا عندنا ديفرجنس على فريم اليوم ممكن ياخد الأمر أيام وممكن ياخد أسبوع لحتى يترجم هالديفرجنس كتصحيح على فريم اليوم يستهدف مبدئيا 2150 ثانيا مستويات لـ 2080 يعتبر هدف أسبوعي لكن خلينا نشوف على فريم الساعة ما في عندنا أي ديفرجنس على فريم الساعة مشان هيك يلازم نكون حذرين في حال قررنا بيع الذهب لازم نشوف كسر القمة وأيضا نشوف ديفرجنس يتكون بين القمة الجديدة يلي عملناها وبين القمة السابقة اللي هي عند مناطق 2264 يعني في حال شفنا هاي الحركة شفنا صعود كسر للقمة لمناطق 2064 أنا أشوف مستويات 2277 مستويات جدا مهمة في حال شفنا برايس أكشن رفض من هالمنطقة وشفنا أيضا الـ RSI صعد لهالمنطقة وصار فيه ديفرجنس بين هالمنطقة وهالمنطقة ممكن نبيع الذهب بهالمنطقة وطبعا أيضا بستوبلوز دقيق جدا إدارة محفظتك رأس مالك هو الأساس بتعاملاتك وبتداولاتك رأس المال هو أهم من الربح بالتأكيد أما في حال شفنا تذهب في صعود لهالمنطقة هاي لمناطق 2264 شفنا شمعة رفض شمعة برايس أكشن بهالمنطقة هاي تنزلنا 7 دولار أو 5 دولار ممكن نبيع ونحط استوبلوز إقفال شمعة 15 دقيقة على القمة أيضا هذا هو الخيار الثاني للبيع أما خيارات شراء أصدقاء في عنا نقطة دعم مهمة جدا عند مناطق 2118 هي منطقة order block لكن النقطة يلي لازم تركز عليها يلي رح توصلنا ل2118 هو كسر مناطق 2233 2233 كان في فجوة سعرية في هالمنطقة اليوم مع فتح تدولات السوق الأمريكي نزلت ذهب وأغلق هاي الفجوة فبالتالي تحولت لنقطة دعم في حال شفنا كسر لها نقطة الدعم تعتبر منطقة الدعم الأهمية اللي أنا مهتم مضارب فيها في حال شفت ردد فعل من 2118 شفت شمعة ارتدادية في هالمنطقة هاي صعدتلي على مستويات الـ 2218 ممكن أدخل صفقة شراء وخلي ستوبلوز أسفل هاي المنطقة طبعا بحاجة أنت لحتى تكون حذر جدا في تداولاتك لأنه هالأسبوع عنا أخبار جدا مهمة ممكن تأثر على الذهب بشكل رئيسي لكن الدولار قوي نوعا ما دولار دولار إيجابي على فريم اليوم وهذا الأمر يلي لازم نحذر منه أصدقاء في حال كسرنا مستويات الـ 2118 يبقى إعادة اختبار للمنطقة المهمة جدا إذا منرجع على فريم الساعة منشوف اختبار منطقة الـ 2188 للـ 2195 هو الأمر المرجح في حال فقدنا دعم الـ 2118 الاتجاه صاعد على فريم اليوم صاعد على فريم الأسبوع عملنا قمة جديدة على الذهب لكن المؤشرات متشبعة جدا شرائيا الشراء خطر جدا بالمراحل الحالية وبالمناطق الحالية أتمنى انتظار تصحيح وأتمنى مراقبة البيانات الاقتصادية لأنه إلى تأثير جدا مهم بشكل عامل اتجاه صاعد لكن الشراء خطر جدا عندنا تشبعات شرائية وأيضا عندنا صعود مستمر على فريم اليوم بدون أي تصحيح يسكر هذا أمر لازم نحذر منه أنا مع البحث عن فرص بيعية للمدى الطويل وأيضا مع البحث عن فرص مضاربة على المدى القصيرة ممكن نستفاد من تقلبات صعودية للذهب هيك وصلنا نهاية الفيديو أتمنى أن العجابكم إلى لقاء فيديو جديد إن شاء الله